السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعيني على قناة ركن الرواشد اليوم التصوير من ادهوك من المحافظات الشمالية طبعا النباتات اللي تعيش بهاي الاجواء الباردة هواية عدكم اليوغا عدكم الارالية الزامية المطاط والجلد النمر والسنسفيرة اكيد عصى البامبو لازم نوفر لها الاجواء المناسبة اهم شي الضوة طبعا كانت اختي مفرقتها كلها كل واحدة بكل مكان معاقبتهم خطية المهم جمعناهم سويناهم فات كورنار يما الضوة هي همينا مساوية البلاب باعو كل مكان رغم الاجواء الباردة بس نوفر لهم الاضاءة القوية المتابعيني بالمناطق الشمالية هاي ادنا نباتات اللي ممكن يتعيش بالمناطق الباردة زين عدكم باعو البلاب مجرد موفرت له الضوة وطبعا السقي هنا رح يكون اقل بهواية من ما انتم متعودين عليه يعني احنا متعودين السقي قلنا مرة بالشهر عفو مرتين مرة كل اسبوعين هنا لا رح يكون السقي بالشهر مرة طبعا هي مام قصرة متارستهن مي بس منا وغادي بعد لازم متى ترسيهن مي زين وان شاء الله باشر اذا الله ارادوا سهل افتح لكم بث مباشر ونحكي على اكثر النباتات اللي تعيش بالاجواء الباردة طبعا احنا خليناها هنا يم الشباك تقدرون تعالجون البرودة انو نخلي صوبة زين قريبة بس مو قريبة عليهم طبعا حتى لا يحترقون نخلي صوبة ونخلي عليها كتلي مال مي حتى يصير لها بخار زين بس اهم شي اهم شي الضوة زين والمي اشقد ما نقدر نقلل يعني هي طبعا زاقيتهم اني شفتها تعستهن مي خطيه متعذبات هن المهم فهذا المي هيكون السقي بالشهر مرة خاصة بالشتة مو مسك زين السقي رح يكون بالشهر مرة عدنا هنانش جبنة جبنة يوغا عصا البامبو او عصاموسة طبعا عصاموسة رح يكون تبديل المي كل شهرين مرة عصاموسة حيكون تبديل المي كل شهرين مرة سن سفيرة جلد النمر أرالية زامبيا كريتون مطاط هاي كلها طبعا بالاضافة للبلاب هاي كلها الاشياء اللي رح تمشي هنا قلنا الشهر بالشهر مرة رح يكون السقي لمباردة الدنيا وشته زين ويكون قريب من الضوة بالنسبة للعصاموسة رح يكون التبديل المي مالتها كل شهرين مرة زين وبالنسبة للتسميد ايضا رح يكون بالشهر مرة ان شاء الله تكونوا استفاديتوا من الفيديو فقط للمزيد من الفيديوهات اشتركوا على قناة ركن الرواشد دوسوا لايك واشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته